بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء السلام عليكم الشيخ صالح ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبدأ بأسئلة الإخوة والأخوات التي وصلت قبل البرنامج هذا السائل يقول الشيخ ما سبب نزول سورة الإنشراح وأرجو أن تفسروا الآيات الواردة فيها مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سورة الإنشراح هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هذه السورة فيها تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم هو بيان نعمة الله عليه التي اختصه بها قال سبحانه ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك يعني وسعناه بدل الضيق والحرج وشرح الصدر هو توسيعه وقبوله للحق قبوله للمراجعة مع الناس والله جل وعلا قال من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أن يوسعه لقبول الحق هو قبول الدين الصحيح ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يعني لا يقبل الحق ولا يتسع للمراجعة فهو منغلق كما يسمونه منغلق لا يأخذ ولا يعطي هذا هو ضيق الصدر وأما من شرح الله صدره فهذا يتسع صدره للخير ويتسع صدره لما يلقى من المضايقات يصبر عليها وهذا هو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم يعني في تقبلهم وبيان ما يحتاجونه فالله جل وعلا من على هذا الرسول بهذا الخلق العظيم قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم وهذا من نعم الله عليه وعلى المؤمنين نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نذكر أولا السادة الإخوة والأخوات بتلفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا ونرجو من الإخوة والأخوات أن تكون الأسئلة التي يسألون عنها في محيطنا الشرعي كي نستفيد من إجابات الشيخ جزاه الله خيرا هذه أخت سائلة اتصلت قبل قليل الشيخ صالح على الزملاء تقول لي قريب مات وأرغب أن تصدق عنه فهل يعلم بالصدقة عنه وهل يصله الأجر نعم الصدقة عن الميت تصله إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى وينتفع بها يعني ينتفع بثوابها إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى والصدقة عن الميت مشروعة يعني من حيث اهداء ثوابها إلى الميت لأنه بحاجة إلى ما يصله من الأعمال الصالحة من الأحياء من الدعاء والصدقة والحج والعمر وقضاء الديون التي عليه كل هذا ينفعه في قبره ويصل ثوابه إليه إذا تقبله الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم هذه السائلة فضيلة الشيخ تذكر بأنها كثيراً ما تدعو على أولادها الصغار تقول لأنني سريعة الغضب ولا أتحمل ووالدهم بعيد عني وقد أصيب أحد أولادي بدعوتيا فضيلة الشيخ وقد ندمت على ذلك فبماذا توجهوني مأجوري نوجهك على أن لا تدعو على أولادك إلا بخير لأن لا توافق ساعة إجابة فتقبل دعوتك عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي إلا خيراً تحملي أذاهم واصبري عليهم هذا هو الأحسن نعم هذا سائل يا شيخ صالح يقول ما معنى حديث الصوم حين يصوم الناس والفطر حين يفطرون نعم معناه أن الإنسان لا يشهد ولا ينفرد دون البلد الذي هو فيه بل يصوم مع الناس إذا صام ويفطر مع الناس إذا أفطروا ولا يكون ولا يكون منفردا ويخالفهم فإن في ذلك فإن في ذلك الإثم العظيم وفيه تفرق الكلمة وفيه سؤال هذا يسأل عن معنى توحيد الألوهية وما مثاله الشيخ توحيد الألوهية هو توحيد العبادة وهو إفراد الله إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها لأن العبادة حق الله على عباده كما قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا نعم أحسن الله إليكم هذا حسان يقول في رمضان التفطير الصوام أيهما أكثر أجرا في البيت أو في المسجد أو إرسال الطعام شيخ كله سواء المهم أنه يوصل إلى الصوام ما يأكلونه وقت فطرهم ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن بعض الكتب يقول ما رأي الشيخ صالح في كتاب المغني لابن قدامة وماذا يتحدث عنه كتاب المغني لابن قدامة كتاب موسع في الفقه وذكر المذاهب بأدلتها فهو موسوعة فقهية علمية ولكن لا يصل إليه إلا أكابر العلماء أما المبتدئون فيبدأون من المختصرات من المختصرات الفقهية فيتعلمها على العلماء ويشرح لأجل أن يشرحوها له ويتدرج في العلم شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى مستوى المغني في الفقه فيطالع فيه وينظر فيه نعم يقول الكتاب الثاني القواعد للقاضي ابن رجب هذه القواعد الفقهية هذه قواعد المذهب الحنبلي هذا هو كتاب جيد ومفيد نعم لكن لا بد من قراءته على أهل العلم ما ينتفع به الإنسان إذا طالع فيه وحده دون أن يرجع إلى أهل العلم ليشرحوه له ويبينوه نعم أبو محمد له أكثر من سؤال أرسل للبرنامج يقول ما حكم الطواف بين الحجر والمقام شيخ بين الحجر والمقام نعم واشجاب الحجر للمقام بعض الناس الحجر شمالي نعم الحجر شمالي الكعبة وهو مختصر من الكعبة لما بادت قريش الكعبة وقلت النفقة الحلال التي معهم احتطموا فيها هذا الحجر وهو من الكعبة ولذلك خوط عليه ولا يجز الإنسان أن يدخل أن لا يجز للطائف أن يدخل وينفذ منه فإنه لا يتم طوافه لأنه لم يطف على البيت كله إذا دخل فيه وخرج من الجانب الثاني لا يتم شوطه نعم تسميتهم يقول الشيخ السائل حجر إسماعيل هل هي صحيحة لا أرى أو لا أعلم أن لها نسبته لإسماعيل مناسبة ولكنه محتجز من الكعبة ومحتطم يسمى الحطيم لأنه محتطم من الكعبة وهو منها نعم يقول الشيخ السائل إذا نسي المؤذن في الفجر قول الصلاة خير من النوم إذا نسيه فليأتي به وإن كان الوقت قريبا ولم يغادر المكان فإنه يأتي بالصلاة خير من النوم وما بعدها من الأذان ويكمل أذانه بذلك أما إذا كان بعد وخرج فإنه يعيد الأذان من أوله بألفاظه كلها ومنها الصلاة خير من النوم مرتين هذا في الفجر هذا أن الفجر نعم نذكر السادة الإخوة والأخوات بالتليفون البرنامج مرة ثانية لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ التليفون 011 442 83 13 00 إبراهيم تفضل يا إبراهيم نعم إبراهيم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ممكن أكلم الشيخ نعم بس قسرة التليفزيون وتفضل أطرح سؤالك قسرة التليفزيون لأن فيه صدع الآن بيني وبينك قلل التليفزيون سكر شوي تلي تفضل إبراهيم أبغى أكلم فضيلة الشيخ تفضل تفضل يا شيخ أنا مريض ولا أقدر أصلي إلى جنبي كيف صلعت على الجنب طيب شكرا إبراهيم نعم تصلي على الجنب الأيمن مستقبلا الكعبة مستقبلا القبلة وأنت على جنبك الأيمن قال صلى الله عليه وسلم يسل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب يكون على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبارة افعل ولا حرج في الحج ما معناها وما ضوابطها هذه في أعمال يوم العيد ما هو في كل أعمال الحج هذه في أعمال يوم العيد طواف الإفاظة والسعي بين الصفاء والمروة والحلق أو التقصير هذه الأفضل أن يركبها أولا يطوف طواف الإفاظة ثم إذا فرغ من طواف الإفاظة فإنه يحلق أو يقصر ويذبح الهدي إن كان متمتعا وقارنا هذه الأعمال الطواف أولا للإفاظة ثم الحلق والتقصير ثم ذبح الهدي وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك لقول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أشعر حلقت قبل أن أسعى والآخر قال كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولا حرج هذه فيها أفعال يوم العيد وليست في أعمال الحج كلها نعم هذا شاب يقول فضيلة الشيخ أنا أفضل والدي على والدتي هل هذا جائز لي فضيلة الشيخ وما الواجب علي تجاههما هذا عكس المأمور به شرعا أن تقدم الأم أولا فتبر بها وتحسن إليها ثم إلى الوالد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك ثم قال من قال في الرابعة ثم ثم أباك نعم فضيلة الشيخ قراءة القرآن في العزاء وأخذ الأجرة عليه كل هذا من البدع وأخذ الأجرة عليه حرام لأنه أكل للمال بالباطل فلا يقرأ القرآن في العزاء وإنما العزاء أن يقول للمصاب حسن الله عزائك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك من غير أن يعقد اجتماع للعزاء وأيام وأطعم كل هذا من البدع والمحدثات لماذا يا شيخ صالح توسع الناس في العزاء نسمع كثير من هذه البدع التي ذكرتموها في نصب الصرادقات واستقبال الناس لماذا توسع الناس في ذلك يا شيخ هذا من أعمال الجاهلية ولا يجوز هذا العمل يجب منعه قال أحد الصحابة كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة والنياحة محرمة فكل هذه أمور محدثة يجب تركها والنهي عنها نعم بعض الناس يا شيخ يقول أنهم يعني يشرهون أو يزعلون إذا ما جاء يعزيهم وعنده وسائل اتصال التليفون والهاتف وغيرها يكفي ذلك يا شيخ يكفي هذا ولكن كونه يأتي إليهم إن كان قريبا منهم كونه يأتي إليهم ويعزيهم هذا أفضل واطيب لخواطرهم أما إن كان بعيدا فيكفي الاتصال بهم في الهاتف نعم طيب تفضل يا أحمد من القصيم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام عليكم شكرا الله بل خير شكرا الله بل خير الله بل خير شكرا طيب ومرتاح سؤالك أحمد نفسه دعا على حبك يا شيخ الله يسعدك عندي سؤال بسيط الله يجعل في الجنة خكم الاستثمار في الشقة المفروشة التي تؤجر في اليوم بحكم فيها تلفاز في جميع القنوات حلو يعني حكمه في استثناءات ظل طيب واضح واضح الله يجعله السلام عليكم عليكم السلام لا بس أن يؤجر الشقة المفروشة ولكن لا يجعل فيها شيئا من المنهيات لا يجعل فيها شيء من المنهيات والمحذورات بل يجعل فيها مما أباح الله من الفرش وأنواع الزينها المباحة لا بأس بذلك نعم هل يجوز شيخ بيع المرهون من عقار أو مزارع أو أراضي لا يجوز إلا بإذن الراهن لا يجوز إلا بإذن المرتهن لا يجوز هذا إلا بإذن المرتهن أو الراهن الذي له الراهن لأن الراهن توثيق توثيق للدين بحيث إذا تأخر عن السداد أو أعسر فإن الراهن يستوفي من ثمن الراهن نعم هذه السائلة أم عبد الله تقول هناك امرأة مع خلاف مع أختها بسبب أموال والآن المقاطعة استمرت أكثر من ثلاث سنوات لم يتصلوا ببعضهم هذا لا يجوز هذا من القطيع المحرمة قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لا يجوز التهاجر بين المسلمين خصوصا الأقارب فإنه يكون مع كونه هجرا محرما يكون معه قطيعة ورحم فلا يجوز هذا العمل نعم عبد الله تفضل معنا على الخط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله السلام كيف حالك شيخ خير الحمد لله الله يطول عمرك أنا عندي زكاة أموال وعندي مسجد يحتاج إلى دعم هل يجوز أن أعطي جزء من المبلغ هذا في دعم هذا المسجد أحسن الله إليكم لا يجوز هذا الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل لا تخرج عن هذه المصارف الثمانية أما بناء المساجد والمشارع الخيرية فتمول من التبرعات لا من الزكاة نعم طيب شكرا يا عبد الله ما هو نصاب زكاة الفضة يا شيخ بالريال النصاب زكاة الفضة في الأصل 140 مثقالا من الفضة 140 مثقالا من الفضة وهي 100 درهم بالدرهم الإسلامي وأما بالدرهم الموجود الآن الريال السعودي من الفضة 56 ريال من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية نعم فضيلة الشيخ هذا يقول تحدثون عن شرف مكة وهل تضاعف السيئات في مكة مكة بيّن الله فضلها وشرفها في كتابه فيها المسجد الحرام فيها المشاعر مشاعر الحج والأعمال فيها مضاعفة لشرف المكان وأما السيئة فلا تضاعف وإنما تغلظ في الحرم تغلظ في الحرام ولا تضاعف بعدد مثل ما تضاعف الحسنات بأعداد معا أحسن الله إليك شيخ السائل السوداني فضيلة الشيخ يقول مقيم بالرياض هل تكفي عمرة واحدة في حياة الإنسان كفعل الحج إذا كان من بلاد بعيدة وانيته الاعتمار ولكنه بعيد نعم الحج والعمرة مرة واحدة في العمر على المستطيع وما زاد فهو تطوع من الحج أو من العمرة نعم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول بالنسبة لما روية من حنين الجذع عندما صعد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض التي تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي واردة نعم واردة وصحيحة وهي معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم ومنها أنه كان يخطب متكئا على جذع ثم لما صنع له المنبر وخطب على المنبر حن إليه الجذع حتى سمع الصحابة حنينة فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكن وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم ما زلنا معكم على الهواء مع الشيخ صالح الفوزان تليفون البرنامج 011 442 83 13 فضيلة الشيخ هذا سائل يقول زكاة بهيمة الأنعام لدى صاحبها يريد أن يخرج الزكاة مقدمة لسنتين أو ثلاث نعم يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فقط عند الحاجة يجوز تعجيل الزكاة من المواشي والإبل وغيرها لسنتين فقط عند الحاجة نعم يقول بالنسبة للدعاء الجماعي عند الإفطار في صيام النفل الأب يدعو والأبناء يؤمنون هذا لا أصل له وهو من البدع أما كل إنسان يدعو بنفسه منفردا فلا بأس بذلك على أنه لم يرد دليل يخصص الدعاء عند الإفطار ولكن إذا فعله المسلم عند إفطاره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا شيء لا بأس به لكن لا يكون جماعيا فاللهم لك صمت وعلى رزقك فأفطرت فاغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إذا قاله الإنسان منفردا فلا حرج وأما يكون جماعا بصوت جماعي فهذا بدعة نعم فضيلة الشيخ إذا حج الإنسان سنة مفردا وسنة متمتعا وسنة قارنا هل هذا جائز نعم كله جائز فضل الله يواسع وهذا حسب استطاعة الإنسان قد يكون مستطيعا للتمتع في سنة ولا يكون مستطيعا له السنة الثانية وهكذا نعم ما رأيكم الشيخ من أوجب التمتع في الحج الشيخ نعم أول مرة على المستطيع يجب الحج والعمرة هذا مرة واحدة في العمر وما زاد من الحج والعمرة بعد ذلك فهو تطوع نعم شيخ صالح طلب الدعاء من الآخرين إذا كان يرجى منهم الصلاح فضيلة الشيخ لا بأس بذلك أن تقول لأحد من إخوانك ادعو الله لي هذا شيء طيب نعم هل للمريض فضيلة الشيخ يجمع الصلوات إذا كان يعني لا يستطيع هذا الحركة إذا كان مريضا الجمع إنما يجوز للمريض هو المسافر وبين المغرب والعشاء في حالة المطر والدحض يجوز الجمع الجمع جائز لهم مستحب لكن يجوز عند الحاجة إليه نعم يقول له فقرة أخرى حول هذا أنا قرأت شيخ جمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر ولا خوف لا ما هو كذا الحديث جمع من غير مرض ولا سفر يحمل هذا الحديث على الأحاديث الأخرى التي تفسره أنه يجمع في حالة السفر ويجمع في حالة المرض ويجمع بين المغرب والعشاء في حالة المطر تفعل للمشقة نعم فضل يا علي من القصيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام سؤالي يا شيخ عن العقار وزكاة العقار هل كل شيء يملك الإنسان من عقار غير البيت مثلا أو اشتراح أو مزرعة يزم بالزكاة يا شيخ إذا كان ينوي بيع هذا العقار ومضى عليه سنة وهو ينويه للبيع فإنه يقومه بما يساوي ويزكيه أما إذا كان يؤجره أو يسكن فيه إذا كان يؤجره فالزكاة في أجرته وإن كان يريده للسكنة فقط فليس فيه شيء نعم شكرا علي فضيلة الشيخ هذا سائل يقول قرأت هذه المقولة لعمر رضي الله عنه لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه نعم يروى هذا أن عمر رأى رجلا يصلي ويكثر من الحركة يكثر من الحركة فقال لو خشع هذا لسكنت جوارحه فلا شك أن الهدو في الصلاة وعدم الحركة أنه واجب وهو يدل على الخشوع بين يدي الله كثرة الحركة من غير عذر مكروهة نعم فضيلة الشيخ هذا يقول بأنني مدرس للقرآن وآخذ أجرح على تدريسي للقرآن هل في ذلك محذور لا هذا جاهز يجوز أن تأخذ أجرح على تعليم القرآن قال صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله نعم بعض يقول السائل بعض قائد السيارات يسرعون سرعة جنونية قد تضر بالآخرين وبالمارين فضيلة الشيخ فما الحكم في هذه السرعة الحكم أنها حرام لأنه يعرض نفسه للخطر ويعرض غيره أيضا للخطر السرعة الزائدة عن المحدد المحدد في نظام المرور لا تجوز لأنها تعرض الإنسان وغيره للخطر والهلاك والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نعم يسأل عن صيام الخامس عشر من شهر شعبان لا يجوز يعني تخصيص الخامس عشر بصيام أو ليلة الخامس عشر بقيام هذا من البدع لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أما من كان عادته أنه يصوم وصادف ليلة الخامس عشر فلا بأس بذلك يكون تبعا لصيامه ولا يخص ليلة الخامس عشر دون غيرها نعم يقول إيش رحوا لي حديث لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين وما معناه شيء معناه أن المسلم يصوم مع المسلمين ولا ينفرد عنهم ويصوم وحده قبل رمضان بيوم أو يومين يقول هذا من باب الاحتياط هذا من المنكر ومن البدعة لأنه زيادة على الواجب وعلى الفرض والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له في رواية فأكمل عدة شعبان ثلاثين يوما وقال الصيام يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون يكون الإنسان مع المسلمين ولا يشذ عنهم ويخالفهم نعم أبو عبد الله من جازان تفضل أبو عبد الله السلام عليكم عليكم السلام الشيخ هناك بعض الألفاظ في ديارة يرجعها بعضهم ويقول لهم يا عبلة أو أم الصبيان أو أم العفاريت أو يقول مثلا يا عبلشيلي فلان أكسره ظهره وبعضهم من هذه الأماكن التي كانت تعبت في الجاهلية ويقول يا أهل جبل فلان فووا كذا أو فعلوا كذا فمن حكم في ذلك وعندما ينهون عنها يقولون إنما هي ألفاظ جرت فيها العهد وجزاكم الله خير هذه ألفاظ شركية ولا تجوز وينهى عنها بل يؤدب من يفعلها لأن هذه من أمور الجاهلية فدعاء غير الله هذا من الشرك بالله عز وجل وهذه أماكن لا تنفع ولا تضر وإنما اعتقد فيها بعض الناس ذلك وهذا من أمور الجاهلية ويجب أن ينهى وأن يمنع منه تطهيرا لبلاد المسلمين وعقيدة المسلمين من هذه العوائد وهذه الأقوال الضالة نعم شيخ صالح ما واجب الدعاة والمصلحين في بيان تحقيق التوحيد وبيان التوحيد وفضلها شيخ واجبهم عظيم المدرسون في المدارس ينشرون توحيد وينهون عن الشرك ويربون الطلاب على العقيدة الصحيحة خطباء الجوامع أيضا عليهم واجب عظيم أن يبين للناس أمور دينهم وأمور عقيدتهم وأن يلاحظ ما يقع من المخالفات وينبه عليه بالخطبة من غير أن يعين اسم الشخص والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا وأراد أن ينكره في خطبة الجمعة يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا نعم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وزع الغنائم ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهب أنتم برسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في غزوة حنين في مغانم وزوة حنين فإنه فرق الغنائم على على الناس ضعاف الإيمان لأجل أن يقوى إيمانهم وأعطى من يرجى كف شره عن المسلمين أو يرجى إسلامه فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم من أجل ذلك ووكل البقية وهم الأنصار رضي الله عنهم فلم يعطهم لقوة إيمانهم وأن هذا لا يؤثر عليهم بل هم متمكنة العقيدة من قلوبهم فلما وجد بعضهم في نفسه شيئا من ذلك أو تكلموا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه إنما يعطي أقواما لأتألفهم على الإسلام وأما من قوي إيمانه فإنه لا يحتاج إلى تألف ويكفيه ومنهم الأنصار يكفيهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم وكان من أهل المدينة يكفيهم ذلك عن أن يعطوا شيئا من الأموال نعم أحسن الله إليكم سائل آخر يقول يا شيخ هل تقاس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لا تقاس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا فأحوال الآخرة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فلا تقاس بأمور الدنيا من غير دليل شرعي يبين ذلك ويثبت ذلك نعم سلمة تقول بأن عندها ذهب منذ سنوات ولم تزكي وتقول بأنني أستخدم هذا للأفراح والمناسبات فهل أزكيه إبراء للذبن على الصحيح ليس فيه زكاة إذا كان يعد للاستعمال أو للعارية عند المناسبات فليس فيه زكاة نعم أحمد تفضل من الرياض السلام عليكم وعليكم السلام كيف حرك يا شيخ يا شيخ سؤالي سؤالي عندي أمانة يعني حاجة أخالي أعطيته أمانة وقلت لها أعطوه لي أرجعها لي ثم أرسلها لأخي وأخي فتحها وأخذ نصها هي مبلغ من المال يعني كبير أخذ نصها ثم أرجعني الباغي ما حكم الشخص الأول والثاني اللي فتح الأمانة لي أنا والأمانة والوديعة يجب أن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها ومنها الودائع نعم فلا يجوز له أن يخون في الوديعة بل هو مؤتمن عليها ولا يعطيها لأحد أيضا بل يحتفظ بها لصاحبها فأنت الذي أخطعت حيث أعطيتها لغيرك فتصرف فيها لا أنا أعطيه نعم أنا أعطيه الأمانة لسيارة ثم قلت له خلاص ما بي سيارة ثم أرجعها لأخي وأخي فتح الأمانة وأخذ قال أنا طالب أخوي وأخذ نص المبلغ اسمع الإجابة يا أخي اسمع الإجابة الله يهديك الله يذاك يلزم يلزم من أخذ من الأمانة شيئا أن يرده وأن يغرمه لصاحبه وإذا كان كما تقول فإنك تطلب منه ذلك فإن أبى فإنك ترفع بأمره إلى المحكمة عند القاضي نعم الله يزاك خير يا شيخ شكرا شكرا بارك الله فيك فضيلة الشيخ هل قراءة الفاتحة هل يلزمني قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية يعني مع الإمام نعم يا شيخ إذا كنت تصلي منفردا فيلزمك قراءة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أما إذا كنت تصلي مع الإمام فإن كانت الصلاة سرية فإنك تقرأ الفاتحة ولا تتركها وإن كانت الصلاة جهرية والإمام يجهر فإنك تستمع لقراءته قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه الآية نزلت في الصلاة نعم هذا يسأل عن حديث أنا ثالث الشريكين إذا لم يخن أحدهما الآخر فضيلة الشيخ وما معناه الحديث صحيح ومعناه أن الله مع الشريكين معية خاصة يبارك لهما ويسددهما فإذا خان أحدهما الآخر فإن الله يتخلى عنه ويصاب بالعقوبة وبضياع المال فالله جل وعلا مع الشريكين لأن الشريكين أو الشركاء كل واحد مؤتما للآخر فلا يجوز لأحد الشركاء أن يخن شركاءه فإذا كان الشركاء قائمين على الأمان فيما بينهم فإن الله معهم يبارك لهم ويسددهم في تصرفاتهم معية خاصة وإن كان خان أحدهم فإن الله يتخلى عنهم نعم له فقر أخر السائل يقول بالنسبة للبسملة هل نقرأها لماذا لا تقرأ في سورة التوبة لأنها لم تنزل قبلها نعم حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له وما هي شروط التوبة شيخ التائب من الذنب إذا كانت توبته صادقة وصحيحة فإنه يصبح مغفورا له كأنه لم يذنب وشروط التوبة أولا أن يقلع عن الذنب يعني يترك الذنب الذي تاب منه ولا يعود إليه وثانيا شروط التوبة أن يقلع أولا عن الذنب الذي تاب منه ثانيا أن يعزم أن لا يعود إليه أن لا يعود إلى هذا الذنب ولا تكون توبته مؤقتة وإنما تكون دائمة وثالثا أن يندم على ما فات وإذا كانت كان الخطأ بينه وبين مخلوق الشرط الرابع وهو أن يؤدي إلى المخلوق ما أخذ من حقه أو يستبيحه منه نعم مع أبو نواف تفضل يا أبو نواف السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام السلام الله يحفظ كان عندي ذكاة وعندي سائق خاص هندي مسلم وبيسافر إن شاء الله جازة فهل يجوز أني أعطيه من الذكاة مع العلم أني يستلم رواتفه بكامل ما نقف عليها أي حاجة لكن حالته ضعيفة وما جاء لم يحتاج هل يجوز أني أعطيه زكاة عشان يعطي أهل هناك منها جزء من الزكاة إذا كنت تعطيه من أجل أن ترغبه في أن يرجع إليك ويعمل عندك فلا يجوز هذا أما إن كنت تعطيه إياه لفقره ولا تنوي بذلك تأليفه عندك وترغيبه عندك فلا بس الحمد لله طيب بالنسبة للزكاة برضو يا شيخ الله يحفظك عندي عمالة طبعا في شركة مو يشتغلون عندي أنا أشتغل معها يعني موظفي مثلي والعمالة هذول رواتبهم على ثمانمية وتسعمية أنا لا أستفيد منهم ولا حاجة بس أن أنهم مسلمين وفقراء هل يجوز أن يعطيهم جزء برضو من الزكاة نعم لا بس بذلك الله يجاك خير شكرا بارك الله فيك الصادر الانشغال بالدنيا والأولاد عندما نسأل شخص يقول أنا منشغل بهذه الدنيا وبالأولاد فيرد الثاني يا شيخ صالح ويقول الله لا يشغلنا إلا بطاعته لا بس بذلك أقول لا بس بذلك الذي ينشغل بطاعة الله لا شك أنه من أنه من الصالحين إن شاء الله نعم هذا بائع للعطور يا فضيلة الشيخ يقول أنا أبيع بهذه العطور وفيها كحول هل علي في ذلك وزر كونه يشاعن فيها كحول ما يكفي هذا فإذا تحققت أن فيها كحولا وأنها تسكر لو شربها إنسان تسكره لا يجوز لك بيعها لأنها حين إن تكون من الخمر خمر لا يجوز بيعه لكن ألا يحتاج إلى تحقق وتثبت نعم هذا سائل يقول لفضيلة الشيخ ما الفضل المرترتب على ترديد لا حول ولا قوة إلا بالله وما معناه لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كلمة عظيمة ويستحب الاتيان بها ومعناها لا حول أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى نعم يقول السائل يا شيخ العدل مع الزوجات بأي شيء يكون إذا كان الإنسان معدد العدل يكون بالنفقة ويكون بالكسوة ويكون بالمسكن ويكون بالمبيت أربعة أشياء فإذا عدل بينهن في هذه الأربعة الأشياء فإنه أدى ما عليه النفقة والمبيت والكسوة والنفقة والكسوة والمبيت هذه هي الأمور التي يعدل فيها بين الزوجات نعم تفضل يا عبد الله من جازان سلام عليكم وعليكم السلام عبد الله قصر التلفزيون قصر التلفزيون لأن هناك تردد بيني وبينك تفضل اطرح السؤال على الشيخ طيب جزاك الله يبدو السلام عليكم يا شيخ أيكم السلام كيف حالك يا شيخ ترا فيه تردد طيب اقصر التلفزيون عبد الله يا شيخ طيب ويمسس يعني إلى القرآن فهل هذا يعني أنه ما يقرأ الفاتحة بعد ما يستمع إلى صورة الفاتحة يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام وإذا لم يتمكن فإنها تكفي قراءة الإمام شكرا تكفي قراءة الإمام نعم شكرا فضيلة الشيخ إذا فاتني بعض التكبيرات في صلاة الجنازة ما الحكم تأتي بها بعد سلام الإمام وتسردها سردا ما تجعل بينها فواصل بل تتابعها بعد تسليم الإمام قبل أن ترفع الجنازة أما إذا رفعت الجنازة فإنه فات قضاء التكبيرات نعم فضيلة الشيخ ورد حديث ما أدري يقول عن صحاته لا يرد القدر إلا الدعاء إذا كان الله عز وجل قدر عليك مرض وأخذت بالدعاء وبدأت تدعو كثيرا هل يصرف عنك هذا المرض نعم الدعاء أيضا من القدر فيدفع القدر بالقدر كما قال عمر روي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله فيدفع القدر بالقدر نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما مقدار العلم المجزي ليقوم به الشخص وليتعلمه الإنسان تعلم أركان الإسلام الخمسة إقام الصلاة والشهادتين ومعناهما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام يتعلم أحكام هذه الأركان الخمسة وهذا واجب على كل مسلم ووجوب عين وما زاد عن ذلك فإنه يكون فإنه يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين نعم فضيلة الشيخ بالنسبة يقول الهموم والغموم وكثرتها في وقتنا الحاضر ما أسبابها وما علاجها الله أعلم بأسبابها يسأل علماء النفس في ذلك لكن سببها والظاهر والله أعلم الانشغال بالدنيا هو تكاسل عن أعمال الآخرة وكذلك الغفلة عن ذكر الله عز وجل وهذا مما يسبب على الإنسان أن يصيبه ما يصيبه من الهموم والغموم والأحزان أما إذا لازم ذكر الله وأدى الصلوات الخمس في مواقيتها فإن الله يذهب عنه هذه الهموم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لا يفزع إلى الصلاة الله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نعم معنا اتصال تفضل السلام عليكم وعليكم السلام الله يكتب أجركم إن شاء الله عندي سؤال الشيخ أن المحكم أن المحكم العمل يكون معنا مريض أو مصاب ونأخر مثلا الظهر مع الأسر والمغرب مع العشاء بحكم أن المريض معنا مثلا ما قل من الحاد أو بيت أو المستشفى فأخر الصلاة حيانا ساعتين أو ثلاث ساعات بحكم المصاب معنا أو المريض من المستشفى أو السعاط لا تصلون كل صلاة في وقتها لأن هذا لا يؤثر على حالة المريض الصلاة ما تأخذ وقتا طويلا تحافظون على الصلاة مع عنايتكم بالمريض وأنتم ماجورون إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم ترديد عبارة إنا لله وإنا إليه راجعون في المصائب أو هي خاصة في شيء معين يا شيخ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذه تقال عند المصائب نعم هذه مصرية مقيمة بالرياض تقول فضيلة الشيخ عندي أولاد أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين قبيل المغرب تقول بأنني أجمعهم وأنفث عليهم أقرأ بعض الآيات سورة الإخلاص والفلق والناس كل يوم فضيلة الشيخ والصباح كذلك هذا شيء طيب هذا شيء طيب هستمر عليه نعم شكر الله لكم يا شيخ صالح وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء ورفع ذكركم في الدارين أشكر فريق العمل من مكتبة الشيخ الزملاء هناك كما أشكر زملاء معي في استوديو الرياض يتجدد اللقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته